بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لنهاردة نتكلم على احد شجيرات الزينة المحببة الى قلبي وهو نبات فرشة الزجاج او فرشة الزجاجة او الخلاستيمون نبات فرشة الزجاج خدت تسمية بتاعته من الشكل الجميل البديع الرائع اللي احنا شايفينه قدام من هنا لو تعرفوا حضرتكم الفرشة اللي بتغسل بها الازاز ففعلا هي خدت التسمية من هنا فرشة الزجاج نبات زينة مستديم الخضر النمو شجيري يستخدم كنمازج فردية وسط المسطحات الخضر بصراحة نبات رائع فعلا وشكله خرافة النبات ده زي ما بنتكلمه مستديم الخضر ولكن التزهير بتاعه بيكون في افضل حالاته في شهر ثلاثة وشهر اربعة زي ما احنا شايفين كمية التزهير فعلا ده شكل الازهار عن قرب تخيل نحظر كده زارع النبات ده وتستمتها بالشكل الجمالي ده النبات بيتكاثر عن طريق البزور اه بعد ماذا الازهار دي بينتهي او تستوي بيدينا الزور بالشكل ده او بيتم اكثاره عن طريق العقل الساقية ايضا بيتم اكثاره عن طريق الترقيد سواء الترقيد الهوائي او الترقيد الارضي هو من شجيرات الزينة ذات الشكل الجمالي المحترم جدا بصراحة الاخشاب بتاعت النبات هي من الاخشاب اللي ممكن تستخدم في تصنيع الفحم لكن هو استخداماته الاساسية كاحد اه شجيرات الزينة لجمال الاصهر بتاعته نباتنا نهاردة ونبات فرشة الزباج او نبات الخلاستيمون شكرا